هل اليوم الانجرار من قبل نيتنياهو والجيش وراء الآخر كما ذكر نظير مجلي سوف يعيد الثقة بنيتنياهو والجيش من قبل الشارع الإسرائيلي الثقة اهتزت في بنيامين نيتنياهو لكن في دقيقة أحب أن أقول أن إسرائيل في هذه الحرب سوف تراجع عقيدتها العسكرية لأنها منذ بداية هذه الحرب تعمل على تكسير المسلمات المسلمات التي تتحدث حول أن إسرائيل تخوض حربا خاطفة إسرائيل الآن تخوض حرب وصلت إلى عام تقريبا المسلمات التي تقول أن إسرائيل تدفع كل ثمن لقاء جندي إسرائيلي واحد أو مخطوف إسرائيلي واحد إسرائيل الآن هي تماطل وتراوغ في الصفقة وتضحي بحياة أسراها إسرائيل تحاول تكسير المسلمات ويجب على الباحثين في العالم العربي إعادة النظر للعقيدة العسكرية الإسرائيلية والتطورات التي أدخلت عليها في ضوء المستجدات الحديثة في هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر